سي ما قلت بعد بداية السنة التانية كتير من الأطفال بيبدأوا مهارة المشي كتير من الأطفال مش كلهم يبقى ده لا يتعارض أبدا مع أن في عدد كبير جدا جدا من الأطفال وطبيعيين تماما ممكن يبدأوا مهارة المشي عند عمر قد إيه؟ 18 شهر يعني عمر سنة ونص الله يعني لما حد يسألنا الوقت يقول إيه؟ أنا ابني عنده سنة وممشيش طبيعي سنة وشهرين وممشيش طبيعي عندنا لغاية سنة ونص تمام؟ طيب الأطفال بتتعلم المشي أسرع وهم حفيين مش لابسين حاجة في رجليه بس ليه شروط طبعا أول شرط نظافة الأرضيات تماما وتاني شرط إنه ما يكونش فيه أجزاء مثلا مقطوعة من سجادة أو حاجة زي كده طبعا حكاية إن الأطفال يعني ما تلبسش حزاء ده بيكون في البيت بس مش بره البيت يعني وطبعا ده بيكون برضو صعب في الأجواء الباردة يعني زي اللي احنا فيها دلوقتي كده خلاص أو لو الأرضيات رخام أو سيراميك بالمناسبة لو فيه ناس يعني بيمقبلين على الجواز وإن شاء الله كده بيخططوا يكونوا عيلة وأسرة أفضل أنواع الأرضيات بنسبة لأطفال الأرضيات الخشب دي أكتر حاجة أمان وأكتر حاجة ما بتسببش برودة يعني للأطفال عشان كده في البرد أو يعني لو تبقى الدنيا برد أو لو الأرضي رخام أو سيراميك لازم الطفل يلبس حزاء حتى لو في البيت يعني وممنوع إن الطفل يلبس شراب بس لأنه الشراب بس هيتزحلق لقدر الله طبعا فيه شرابات بتتباع دلوقتي بيكون فيها من تحت ما يشبه كده زي الكاويتش أو البلاستيك يعني المفروض إن دي حاجة مصممة كده عشان الطفل لما يلبسها تمنع إنه هو يتزحلق تمام تبقى زي الفرامل يعني بس برضو لازم نخلي بالنا منها ونجربها لأن فيه أنواع منها بيكون فيها الحكاية دي بس ما بيحققش الميزة دي برضو يعني أنا مش ضدها بس هي بتفرق من نوع لنوع للأسف يعني نصيحة كمان مهمة جدا وهي إنكم تحاولوا إخفاء أي تعبيرات من الألأ أو التوتر ممكن يظهروا عليكم أثناء محاولات إن الطفل بيمشي والنصيحة دي كانت نتائج أو أحد نتائج بحث طبي أجري في المركز الطبي التابع لجامعة نيويورك وتم إثبات فيه إن الأطفال في المرحلة دي اللي هي مرحلة تعلم المشي بيشعروا جدا بألأ الأمة أو الأب هم يعنيهم عليكوا على فكرة على طول وده ممكن يؤثر سلبيا عليهم في محاولاتهم اليومية لإتقان مهارة المشي فعشان كده ما تبينيش إنك قلقانة وما تبينش إن أنت متوتر وما تبينش اللي هو خلي بالك ومش عارف إيه لا أنتوا في البيت يعني ما فيش حاجة ما فيش مشاكل كل الأطفال اللي كانت بتصحف وبعد ما يبدأوا مهارة المشي هتلاقوا إنهم في أوقات كتيرة جدا وفي أثناء تعلمهم مهارة المشي يرجعوا يصحفوا تاني عشان يوصلوا لهدف هم عايزينه أسرع وده ببساطة يعني مثلا هو عايز أنت دخل الأوضة فهو عايز يلحقك فهو عارف إن المشي مش هيسعفه يروح نازل على الأرض ويبتدي يصحف عشان يلحقك يدخل معاك الأوضة أو يدخل معاك في حتة أنت يدخلها في البيت عايز يعرف عايز يكتشف كل حاجة في الوقت ده الطفل بيصحف عشان يحاول يحقق هدفه عن طريق استخدام المهارة اللي هو شاطر فيها أكتر لازم برضو نشجع الطفل بشكل واضح وانطبطب عليه لما يقع لأنه هيقع كتير كل الأطفال اللي بتتعلم المشي بتقع كتير جدا ولازم ده هيحصل أثناء محاولات تعلم المشي زي ما بقول أهم حاجة نكون قريبين منه وياريت في الحالات دي اللي هي لما يقع نشجعه إنه يحاول يقف لوحده إنه يقوم لوحده يلا قوم شاطر الابتسامة والتشجيع هنا هيخلوا الطفل يكرر المحاولات من غير زعل وأكيد من غير تردد الأطفال اللي بيمشوا على أطراف أصابعهم ناس كتير قوي بتشتكي من الحكاية دي ويبعتولي على الصفحة وبتاعه ويبعتولي ابني بيمشي على طراطيف صوابع مش عايز الأسر تقلق هنا خالص لأن ده بيكون وضع مؤقت وممكن إذا لقينا طفلنا بيعمل الحكاية دي كتير ليه حل يعني اللي هو إيه إن إحنا نلبسه الحزاء فترات طويلة هو مش هيعرف يعمل الحركة دي هو لابس حزاء في رجله بس برضو لازم نتأكد إن ما فيش مشكلة طبية في منطقة الكعب لازم نتأكد إن الطفل ما عندوش ألم فيها مثلا أو ما فيهاش جرح ظاهر يعني ما يكونش فيها أي شك كده إن يكون فيها لقدر الله حاجة موضعية في منطقة الكعب فبتخلي الطفل يرفع رجله إنما لو ما فيش ما تقلقوش تأخر الوقوف والمشي تأخر الوقوف وتأخر المشي ليهم علاقة مباشرة بالتسنين لما الطفل يسنن كتير أو يسنن بسرعة المشي والوقوف الوقوف والمشي يعني بالترتيب يتأخروا عشان كده لازم الفحص المعملي أنا بقوله كل ست شهور بنعمل تحليل مستوى الكالسيوم في الدم وبنعمل حاجة اسمها برضو مستوى الكالسيوم الآيوني وبنعمل مستوى فيتامين دي لازم يعني يعني نتأكد إن الكالسيوم وفيتامين دال الكالسيوم بنوعية في الدم وفيتامين دال مستوىتهم طبعية عشان إذا كان حد منهم قليل فالتأخر ده بيبقى مبرر طبعا وإيه بيبقى إيه مش عايزينه يحصل فممكن ندعم الطفل بمثلا بفيتامين دال وكالسيوم من الخارج يعني في شكل دوائي وطبعا الحاجات الغذائية برضو بتبقى كويسة جدا زي ما قلنا بقى في حلقات التغذية هي اللي لها الأولوية شيل الطفل بشكل متكرر يعني الأمات اللي على طول شايلين ولادهم بيخلي كتير من الأطفال تكسل تبدأ مهارة المشي أو يبدأها متأخر برضو لو طفل وزنه زائد عن الطبيعي ده برضو بيأخر مهارة المشي عند الطفل عشان كده دايما نقول للناس إقلقوا من نقص الوزن وإقلقوا من زيادة الوزن برضو زيادة الوزن مش حلو برضو إيقاع تعلم مهارة المشي بيتأثر بعوامل تانية غير اللي أنا قلتها دلوقتي زي تجارب المشي وإذا كان فيها إصابات كتيرة لقدر الله أو خبطات أو عدم موجود مساحات كافية لحركة الطفل تكدس العفش بقى إحنا عندنا في البيوت تلاقي العفش متكدس كده لا لما يبقى عندنا طفل صغير بيتعلم المشي رجعوا الحاجات دي الوارى لازم يبقى عندهم ساحة يتحرك فيها هو مش هيتحرك في حتة ديقة زي ما إحنا بنقعد نمشي بيعيدوا كده العفش كده ورجعوا على الحتة يعني يتصرفوا وكل الأطفال في بداية الوقوف أو بداية تعلم مهارة المشي بيكون عندهم درجة من التقوص وده في أغلب الأطفال بيتصلح لوحده مع زيادة الطفل في الطول الأهالي حتى يقوله بيفرط طول وزيادة قدرته على حفظ التوازن المشاية غلط أولا لأنها بتعلم الطفل المشي بطريقة غير طبيعية فبتخلي الطفل مشي ميل كده بجسمه الأدام وده وضع غير طبيعي ثانيا لأنها بتخلي الطفل يندفع في المشي وده بيعرضوا للخبطات أو السقوط وسالسا إنها بتعطى للتطور الطبيعي للمشي عند الطفل واللي عبارة عن محطات بتسلم لبعضها المشي مهارة أساسية للطفل مش بس بتعتمد على قوة العزام لكن كمان بتعتمد على نضج العضلات وتطور الجهاز العصبي ترجمة نانسي قنقر